أيتها الأم الغالية يجب أن تضعي نصب عينيك حقيقة أن الأطفال ليس لهم أي ذنب فيما تعانيه من ضغوط تجعلك متوترة وعصبية يجب أن تتذكري أن الدراسات العلمية أثبتت أن تعرض الطفل لنوبات الغطب من أهله والضرب والعصبية يجعله أكثر عرضة للإصابة بأمراض نفسية خطيرة كالاكتئاب والميل لانتحار والرغبة في الوحدة في بداية كل يوم يمكن أن تعهدي نفسك بألا تهين طفلك أو تسبيه مهما ارتكب من أخطاء وأن لا تضربيه نهائيا وأن لا تصرخي في وجهي أو تخاصميه يجب أن تذكري نفسك دائما بأن أطفالك لا يزالون في مرحلة استكشاف العالم من حولهم ومن الطبيعي في هذه المرحلة أن يتمتعوا بالنشاط والانطلاق ويكون لديهم الكثير من الفضول والرغبة في الحركة المستمرة والنشاط ترجمة نانسي قنقر